السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع كابسولة جديدة من كابسولات إدارية كابسولة اليوم بعنوان التحديات الحديثة في مجال الإدارة النهاردة هنتكلم عن 9 تحديات بتزيد من صعوبة العملية الإدارية أول هذه التحديات هي الأمور الأخلاقية لأن المديرين في هذه الفطرة بيوجهم تحديات ومواقف صعبة بيحتاجوا من خلالها أنهم يطرحوا أسئلة عن نفسهم خاصة بالقرارات الإدارية اللي بيتخذوها علشان يشوفوا مين اللي بيستفيد مين اللي حتضرر من هذا الأمر لذلك البعد الأخلاقي واحد من أهم التحديات الخاصة في مجال الإدارة الحديث تاني هذه التحديات هنتكلم عن المنفسة لأن كل منظمة بتحتاج أنها تتميز عن المنظمة الأخرى اللي موجودة معها في نفس السوق سواء كان هذا التميز عن طريقة قليل التكاليف الخاصة بالإنتاج أو الزيادة جودة المنتج أو التميز بقى فيه اللي هو عنصر تقليل التكاليف وزيادة الجودة لذلك أصبح وجود ميزة تنافسية أمر ضروري وحتمي لاستمرار المنظمات في الأسواق ثالثاً هنكلم على تحدي تحسين الجودة طبعاً كلنا عارفين أن فيه حركة واهتمام عالمي في مجال تطوير الجودة وتطبيق قواعدها وأن فيه شركات كتير بتسعى للحصول على شهادات الجودة العالمية لكي تحسن وضعها في الأسواق وتزيد من قدرتها على المنافسة رابع التحديات وتحدي العلماء والعبارة المشهورة أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة وده معناها أن احنا ممكن نلاقي كتير جداً من المنظمات والشركات أن هي بتقدر تصدر منتجتها أو أنها تقيم مشاريع في أسواق خارجية وده بيضيف تحديات أخرى على هذه المنظمات كي تستطيع المنافسة في هذه الأسواق التحدي الخامس هو التحدي الخاص بالعنصر البشري أو رأس المال البشري اللي هو التدريب والاهتمام بالمورد البشري إن رفع مستوى أداء الموظفين في العمل ده بيساعد على تطوير أداء المنظمة وبذلك يصبح من الضروري تدريب وتنمية قدرات وكفاءات العاملين علشان دالوه أثر إيجابي على زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف المنظمة سادس التحديات هو التحدي الخاص بالقوانين والتشريعات هناك عديد من القوانين والتشريعات اللي بتؤثر على سير العملية الإدارية في جوانب عديدة زي التشريعات اللي بتحكم عمل المنظمة في مجال التعامل مع البيئة وتقليل التلوث والقوانين اللي بتحكم ظروف العمل وتحسين وضع العاملين والقوانين كمان الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التحدي السابع وتحدي التكنولوجيا لأن أصبح التقدم التكنولوجي في هذا العصر سريع جدا وبتحتاج كل منظمة إلى مواكبة التقدم في مجال الاتصالات ونظم المعلومات واللي بتؤثر على تطوير العملية الإنتاجية وتقليل الوقت وزيادة إنتاجية العاملين ثامنا الظروف الاقتصادية والسياسي لأن من الطبيعي أن تتأثر الظروف الاقتصادية من كساد أو نمو اقتصادي بمدى استقرار الوضع السياسي وهذا يؤثر بدوره على القدرة الشرائية للعميل ودخل الفرد وإمكانية زيادة الطلب على سلعة أو خدمة معينة تاسع التحديات معنا النهاردة هو التحديات الخاصة بالثقافة والمجتمع تحتاج جميع منظمات اليوم إلى مراقبة التغيرات في المعتقدات السائدة في المجتمع واختلاف العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية علشان تقدر تغير من سياستها وتتماشى مع هذه التغيرات المجتمعية بما يضمن بقاء هذه المنظمات في الأسواق لفترات طويلة إلى هنا تنتهي كابسولة اليوم على وعد بلقاء جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته